بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء طلاب الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع صورة من صورة القرآن الكريم المقررة صورة الانشقاق مع الجزء الثالث عرفنا هذه الصورة مكية وآياتها 25 آية اليوم إن شاء الله مع الجزء الأخير فيها من الآية 16 حتى الآية 25 نسمع الآيات في الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا التسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إلى معاني المفردات يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته فيقول فلا أقسم بالشفق فالشفق هو الحمر بعد الغروب الحمر التي تظهر في السماء بعد غروب الشمس والليل وما وسق ثم يقسم بالليل وما وسق يعني ما ضم واحتوى والقمر إذا اتسق أي والقمر إذا اكتمل نوره ويكتمل نور القمر وضوءه في ليلة الرابع عشر من كل شهر هجري لتركبن طبقا عن طبق تركبن أي لا تلاقن وطبقا عن طبق أي حال بعد حال فيها شدة والله أعلم بما يوعون يعني بما يكتمون في صدورهم الله أعلم بما يكتمون في صدورهم فهو يعلم السر وأخف فلهم أجر غير ممنون ممنون يعني مقطوع هذه معنى المفردات ثم المعنى الإجمالي للآيات يقول الله سبحانه وتعالى ويقسم بمخلوقاته أخسم الله بالشفق والليل وما ضم تحت ضلامه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ثم يقسم بالقمر إذا تكامل نوره فكان جواب القسم فكان جواب القسم بعد قسم الله سبحانه وتعالى يقول إنكم ستلاقون أيها الناس أحوالا شديدة بعد أحوال خلال حياتكم الدنيا من ضعف إلى قوة ثم ضعف وموت ضعف الطفولة ثم قوة الشباب والفتوة ثم ضعف الشيخوخة والموت بعد ذلك فما الذي يمنع الكفار من الإيمان بالله واليوم الآخر يسأل استفسر ما الذي يمنع الكفار من الإيمان بالله واليوم الآخر وما لهم إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ما سبب عدم سجودهم إذا سمعوا القرآن ثم يقول بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث والحساب والله أعلم بما يكتمون في صدورهم من شرك وعداء للإسلام ثم يقول أخبرهم يا محمد أخبرهم أيها النبي أن الله أعد لهؤلاء عذابا أليما شديدا في الآخرة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي لهم أجر غير منقوص ونلتهي الآيات ثم إلى ما ترشدنا ما ترشدنا إليه الآيات الآيات تدلنا أو ترشدنا إلى على واحد الناس في الدنيا أحوالهم متغيرة لا يملكون من أمرهم شيئا تبدأ حياته بالضعف ثم القوة ثم الضعف ثم الموت ولا يملك من ذلك شيئا يبقى الحاجة الأولى لا ناخدها ما ترشد إليه الآيات الناس في الدنيا أحوالهم متغيرة لا يملكون من أمورهم شيئا رقم اتنين تعظيم القرآن الكريم من المؤمنين نتعلم من هذه الآيات أن المؤمنين يعظمون القرآن الكريم رقم ثلاثة الكفار لهم عذاب أليم في الآخرة لتجذيبهم بالقرآن تجذيبهم بالبعث والحساب تجذيبهم بالآخرة رقم أربعة المؤمنون لهم أجر وافر غير منقوص في الآخرة وإلى هذا نكون تهينا من الدرس مطلوب حفظ الصورة كاملة ومعاني المفردات ثم ما ترشد إليه الآيات بالنسبة للمناقشة إجابة السؤال الأول يقول السؤال الأول هل ستطيع السماء والأرض ربها يوم القيامة الإجابة نعم ستطيع السماء والأرض ربها يوم القيامة طيب وماذا تتخرج الأرض من داخلها ستخرج الأرض من داخلها الكنوز والموتة السؤال الثاني ما مصير من ينكر البعث مصير من ينكر البعث عذاب شديد في جهنم ومن الذي سيحاسب برفق الذي سيحاسب برفق يوم القيامة هو المؤمن السؤال الثالث إنه ظن أن لن يحور من هذا هو الكافر طيب ولماذا ظن ذلك ظن ذلك بسبب اتباع الشهوات واتباع نفسه الأمارة بالسوء السؤال الرابع بما أقسم الله في هذه الصورة وعلى ما أقسم أقسم الله بمخلوقاته أقسم بالشفق وأقسم بالليل وأقسم بالقمر السؤال السؤال الخامس أذكر الآيات الدالة على المعاني الآتية المعنى الأول ستلاقون أيها الناس أحوالا بعد أحوال بعضها فوق بعض ما يدل عليه من الآيات قوله تعالى لتركبون طبقا عن طبق الإسلام قال تعالى والله أعلم بما يوعون رقم دال يرجع المؤمن إلى أهله في الجنة فرحا مصرورا يقول تعالى وينقلب إلى أهله مصرورا رقم واو يدخل الكافر نارا شديدا مستعرا يقوله قوله تعالى ويصلى سعيرا السؤال رقم سبعة يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطيئة السؤال الألف يرجع المؤمن إلى أهله في الدنيا فريحا مصرورا إجابة صحيحة فلا أقسم بالشفق والليل فلا أقسم بالشفق أقسم بشروق الشمس هذه إجابة خطأ فلا أقسم بالشفق أقسم في هذه الآية بالشفق لا بالشمس لكن أقسم بالشفق الحمرار بعد الغروب يبه هذه الإجابة هذه المقولة خطأ جيم أهل السعادة يأخذون كتابهم بيمينهم إجابة صحيحة يدعو أهل الشقاوة على أنفسهم بالنجاة وطول العمر هذه الإجابة خاطئة وكان الكافر في الدنيا فرحا بالملذات الفانية هذه الإجابة صحيحة أضف إلى معلوماتك أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي الله قوله تعالى الله لا إله إلا والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دالذي أشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم والحديث اللي بعد كده بيعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نرتدي ذيا جديدا ملابس جديدة نقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعود بك من شره وشر ما صنع له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواه أبو داود وإلى هذا نكون انتهينا من صورة الانشقاق ومن المناقشة وإلى لقاء آخر في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته